في بعض الحالات لا يستطيع الزوجين حل مشاكلهما الزوجية في هذه الحالات يمكن أن يكون الطلاق في مصلحة كل من الزوجين وأطفالهما سواء كنت لاجئة بموجب الاتفاقية أو شخصية محمية أو طالبة لجوء لديك الحق في الطلاق من زوجك حتى لو لم يتم الزواج في كندا قد تتأثر حالة الهجرة الخاصة بك بالطلاق أو الانفصال عن شريكك بصفتك لاجئة بموجب الاتفاقية أو شخصية محمية لا يمكن طردك أو ترحيلك من كندا لأن علاقتك بزوجك أو شريكك قد انتهت إذا كنت طالبة لجوء فقد تتمكنين من فصل مطالبتك إذا انتهت علاقتك قبل جلسة اللجوء الخاصة بك ومع ذلك هناك معايير مؤهلة للحصول على الطلاق من زوجك في أونتاريو وهي يجب أن يكون زواجك قانونيا بموجب قوانين كندا الزواج من خلال احتفال جيني بدون وثائق حكومية رسمية لا يعتبر ساريا في كندا كما يجب أن تقيمي أنت أو زوجك في كندا لمدة 12 شهرا أو أكثر كما أو يجب أن تكوني قد انفصلتي أنت وزوجك لمدة 12 شهرا أو أكثر استثناءات لمدة الانفصال قد يتم تطبيقها إذا حدست خيانة أو عنف جسدي أو عقلي لا توجد أوراق قانونية مطلوبة للإعلان عن الانفصال ومع ذلك إذا تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن قانون الأسرة فيما يتعلق بحضانة الأطفال أو الممتلكات فيجب عليك وضع تلك القرارات في اتفاقية الانفصال هل تعيشين في الخارج وترغبين في الحصول على طلاق يعترف به في كندا؟ ذلك ممكنا يجب أن يكون طلاقك ساريا بموجب قانون ذلك البلد وأن تقيمي أنت وزوجك في ذلك البلد لمدة 12 شهراً أو أكثر قبل التقدم بطلب الطلاق للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على مجموعة أدوات التعليم القانوني للاجئات من كاسا تتوفر مجموعة الأدوات بأربع لغات وتتوفر الرسوم البيانية الخاصة بها بثمانية مجموعة الأدوات هذه لا تعمل كماشورة قانونية مجموعة الأدوات تمت بتموين من مؤسسة القانون في أونتاريو مجموعة الأدوات